الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينذر بكا شديدا من لهم هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفوامهم يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أي أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عذبا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما له سوء أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا منوا بربهم وزدناهم من هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندر ومن دونه إلى هل لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا ياتون عليهم بسلطان بير فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اغتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يمشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتع الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط ذراعي بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعسناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبس قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبس ثم تبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعذوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا وكذلك عصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون سلاسة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سابسهم كلبهم رجما بالغير ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل رب يعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غذل لا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لرب لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبذل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحادا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تبع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر إنا أغتدنا للظالمين نار نحاط بهم سرابقوها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجود بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم لنهار يحلون فيها يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون سيابا خضرا من صندس وإستبرق متكئين فيها على الأغائق نعمة سواه وحسنة مرتفقا الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينذر بكا شديدا من لهم هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولا ذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفوامهم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيه أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لذنك رحمة آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آبانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما له سوء أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا منوا بربهم وزدناهم من هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات ربنا رب السماوات والأرضنا الندر ومن دونه إلى هل لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا ياتون عليهم لسلطان بير فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اغتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يمشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتع الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم رقون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط ذراعه بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعسناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبسوا قالوا لبسنا يوما وبعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبسوا فابعتوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعذوكم في ملتهم أو يعذوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا وكذلك عصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتقدن عليهم مسجدا سيقولون سلاسة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سابسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل رب يعلم بعذتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لسيء فاعل ذلك غذا لا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لرب لأقرب من هذا رشب ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولد ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبذل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحادا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تبع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قروطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر إنا أغتدنا للظالمين نار نحاط بهم سرابطوها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجود بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم لنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون سيابا خضرا من صندس وإستبرق متكئين فيها على اللغاء نعمة سواب وحسنة مرتفقا ترجمة نانسي قنقر